ترى بقول لك شيء على أمير محمد في الكل يعرف على التقرير اللي طلع من البنك الدولي على القفزات اللي أخذتها المملكة العربية في مشاركة المرأة في التجارة وفي القوانين اللي موجودة في المملكة وكلنا كنا مبسوطين وكلنا فخورين وكلنا نعرف التعب اللي الكل اشتغل في فريق عمل كيف ننجز هذا الشي لأنه الأمير شاف التقرير حق البنك الدولي وقال كيف المملكة ومستواها من آخر البلاد في العالم بكل اللي حنا قاعدين نسويه كيف فراح الدكتور ماجد والدكتورة إيمان الله يسعدها وفريق العمل واجتمعوا واشتغلوا لين ما فهمنا البنك الدولي بكل اللي قاعدين نسويه واشتغلنا معاهم على كيف نرفع من مستوى حق الأداء حقنا في المملكة وصراحة تغيير أخذنا من آخر المستويات لأعلى المستويات وكلنا مبسوطين وكلنا فخورين بس هذا ما وقف الأمير محمد من أنه يرفع السماعة ويجمعنا كلنا ويقول وين التكصير؟ طب إيش التكصير؟ وين التكصير؟ تونا أنجزنا هذا الشي قال يا جماعة الخير بس ألكم سؤال هل فعلا إحنا طريقة جذرية مؤسساتية غيرنا في حياة المرأة؟ هل فعلا هي حاسة بالفرق؟ هل فعلا دخلنا وشفنا تأثير التغيير هذا عليها؟ وهل هو كافي؟ التغيير اللي هو بيتطلع عليه ويتمنى ما هو تغيير على أساس البنك الدولي أو الجهات الخارجية تصفق تقول برافو شوفوا المملكة العربية السعودية وش سوّت هو يبغى التغيير اللي فعلا يغير بحياة المرأة